فإنه يجوز للإنسان أن يقف في عرفة بعد العصر من اليوم التاسع ويعد بذلك قد أكمل حجه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مزدلفة من شهد صلاتنا هذا وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وبالتالي فإن من وقف ساعة بعد العصر في عرفة أجزاءه ذلك وصح حجه ولا يغادر عرفة إلا بعد غروب الشمس ترجمة نانسي قنقر